اشتركوا في القناة باختصار مش هنتول على حضراتكم في المقدمة وهندخل في الموضوع على طول الإيجابيات خصوصا في القونة الأخيرة مش هنتكلم عن سلبيات مش هنتكلم عن تصدمات البعض مع البعض مش هنتكلم عن مهاطرات كلامية سواء كانت إعلامية من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال السوشيال ميديا وهي لغة العصر في القونة الأخيرة كن إيجابي كن إيجابي في كل شيء كن إيجابي مع مكانة الظروف كن إيجابي تحصل على كل ما تريد من إيجابيات لو بتبحث عن الشهرة بجد كن إيجابي لو بتبحث على إنك تكون مرموك كن إيجابي كن إيجابي في تصرفاتك في كل شيء كن إيجابي النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في ظهر في الاونة الاخيرة وهو حديث الساعة هناخده عنوان وبعد العنوان هنتكلم كلام كتير جدا جدا لكن المؤدمة لازم تكون اجابي باذن الله المؤدمة لازم تكون فعلا اجابي في كل شيء في تصرفاتك بحكمتك بروقيك بطواضعك ايضا كنت اجابي في كل شيء الايجابيات كسرت والكلمة اعتادت في الاونة الاخيرة من المجتمع المدني من ناس كتير جدا بتحب الوطن كنت اجابي في حبك لوطنك هتكون كل الامور متاحة ليك وعلى ما يرام دائما وابدا باذن الله كنت اجابي فعلا كلمة كلنا بنتمنى نعيشها كلنا بنتمنى لكن لو اخلصناها سننال كل اعجاب او سننال اعجاب الجميع دائما وابدا باذن الله معنا شباب كتير جدا عملت ايجابيات في الفترة الاخيرة سواء الناس بقى تنتوي الترشح لمجلس النواب سواء الناس من مجتمع مدني اهم حاجة الناس اللي بتتفاعل مع الفترة الاخيرة مع الدولة عموما ومع مؤسساتها خصوصا وزارة الصحة ونرجع تاني للموضوع اللي بتاعنا اللي هو كورونا فيروس او فيروس كورونا كوفيد ناين تين طبعا امر جلل او المصاب جلل اصاب العالم اجمع احبس او بل احبس انفاس العالم هذا الفيروس اللعين هناخد منه المكتطفات هناخد منه المزايا هو فيروس نعم لكن هناخد منه المزايا طب ناخد المزايا ازاي نشوف مين اللي تفاعل مع الدولة نشوف مين اللي تفاعل ايجابيا مع مؤسسات الدولة هنشوف مين اللي تفاعل مع نفسه سواء الشاب اللي خلاف بيته او سواء الفرد اللي خلاص مقتنع انه هو هيكون في بيته ده فيه فايدة المجتمع خلاص ده إيجابي في عدم فايدة خلاص هو شايف الفايدة للمجتمع أنه هو ما يخرجش من البيت في الوقت ده وبيسمع كلام دولته أو بيسمع كلام قول الأمر أو بيسمع كلام المؤسسات خلاص ده إيجابي طيب علاوة بقى على ده الشاب أو المجموعة أو مجتمع مدني أو شباب مجتمع مدني بيتحركوا نحو الإيجابيات بكل طواقفها أو بكل ألوانها أو كل ألوان الطيف طيب في شباب بيساعد مستشفيات في شباب في الشوارع بيعقم الشوارع في شباب بيكتهد فعلا ودخل علينا بقى رمضان وكل عام وأنتم جميعا بخير لما دخل علينا رمضان وفي وسط الجائحة الموجودة طبعا أمر صعب أمر أصاب العالم كله بقولك أو خصوصا بقى في رمضان العالم الإسلامي أصاب حالة ظهر آه ما فيش مساجد آه ده خلاص ده ضروريات الدولة بتتبعها لازم كلنا ننفذها ما نقدرش نتكلم في ده ما نقدرش نتكلم في ده ما تقولش بقى المساجد والمساجد لأ في قيادات بتقولك أو في دولة بتقولك خلاص ما ندخلش المساجد في الفترة دي خلاص ما ندخلش المساجد في الفترة دي مش هي مش هتبقى هي نصاحة يعني مش هتبقى كده بالشكل ده معانا بعد لحظات كده هيبقى فيديو كده هتشوفوه لمجموعة شباب مكتهد جدا 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 مجموعة شباب من احتى كرة شربين قرية منشأة النصر عاملين مجهود رائع جدا 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 هسيبكم على الفيديو واعقب عليه بعد لحظات شباب فعلا يدعو للفخر شباب منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقالية شباب يدعو للفخر اول ما قلتلك رمضان دخل الفيديو طبعا بمخرجنا الجميل اول ما قلتلك رمضان دخل مجموعة شباب بتكتهد من اجل زوال احتياجات او من اجل الشباب اللي خلاص انقطع عن العمل في اوقات الحظ او الشباب المتضرر او الاسر المتضررة هنا الشغل الصح هنا الايجابيات هنا بلد محترم ككل مصر عموما كبلد محترم كلنا لازم نرتبط ببعض لازم نرتبط ببعض ونوصق ده مش عيب جدا ولا عيب اطلاقا ان انا اوصق ده لما وصق فيديو زي اللي حضراتكو شفتو دلوقتي ده شيء رائع جدا ياريت كل البلاد او كل الكرة او كل المدن تعمل كده توصق ده توصق ده بتقول انا بلد ايجابي انا مركز ايجابي انا محافظة ايجابية انا دولة ايجابية ده شيء رائع جدا 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 لما تلاقي شباب بيجتهد وبيشتغل على نفسه بتلاقي أسر بتجتهد وتشتغل على نفسها خلاص انت بتقول لي فيه محتاج فيه اهالي محتاجين في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي فيه حظر موجود فيه ناس فيه عمالة غير منتظمة فيه 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 الكلام ده كله لكن لما تلاقي ناس ايجابيين وبيشتغل على نفسهم قوي ده شيء رائع جدا 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 وده اللي شفناه لما قلت لحضرتك دخل رمضان في قسط هذه الجارحة جلل امر مصاب وكأنه اختبار من ربنا صحة تعالى انه يختبر اولا صبرنا ويختبر فينا الروح ويختبر فينا ايجابياتنا ويختبر ما بداخلنا حقيقة فيروس كورونا اخرج افضل ما فينا اخرج افضل ما فينا مع انه فيروس لعين لكنه اخرج افضل ما فينا وعلى غرار هذا الفيديو وعلى غرار الاعمال المجتمعية الجميلة جدا 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 في الاونة الاخيرة من عملقة على مستوى محافظة الاهلية ومركز شيربين وجمهورية مصر العربية حبينا يكون معانا ضفين محترمين جدا 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 هيبقوا معانا بعد الفاصل باذن الله الدكتور محمد حبل عدو الامانة العامة لحزب مستقبل وطن وايضا البشمهندس عبد المجيد صبري عبد المجيد عدد مرشح او مرشح محتمل لمجلس النواب القادم باذن الله شخصيات مرموقة هنوصل هنرجع كده هناخد فاصل كده باذن الله ونرجع مع حضراتكم بعد دقائق ما تروحوش في اي حتة وفي الحلقة 157 من برنامجكم نعم استطيع باذن الله ومعانا ضيوفنا الكرام ضيوفنا المحترمين جدا 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 هنبدأ بالدكتور محمد حبل عدو الامانة العامة لحزب مستقبل وطن شرفتنا دكتور الشرف ليا عبد الله واهلا بيكم كل سنة وانت طيب الاستاذ عبد المجيد صبري مرشح محتمل لمجلس النواب ابن شربين شرفتنا ونورتنا استاذ ابا شمهندس الشرف لنا عبد الله والشرف لكل الشباب المخلص اللي زيك اللي منورنا في المحافل اللي زي دي ونتمنى كل شباب شربين ابا شمهندس عبد المجيد معانا شخصيتين محترمين جدا شخصيتين انا على المستوى الشخصي باحترمهم وبقدرهم جدا 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 عمليا كل منهم يحمل جزءا من الاخر نهيكم عن انهم لتنين مرشحين محتملين في مجلس النواب القادم باذن الله وهم قدلوا دلواهم قدلوا دلواهم عمليا قدلوا دلواهم بين الجميع او في المجتمع في مركزهم الغالي عليهم وغالي علينا جميعا بل محافظتهم الغالية علينا كلنا بل دولتنا المحترمة اللي كلنا بنقدرها وبنسمن مجهوداتها دائما وابدا دكتور محمد حبل تحياتنا الحضرات بعد ما قلنا لك نورتنا وشرفتنا دكتور محمد شايف الدنيا عاملة ازاي دكتور محمد في ظل الجارحة طب دكتور محمد حبل حب يشتغل عارف ان انت باع كبير جدا في العمل العام لكن ظهر اكثر في الاونة الاخيرة الاعلام السبب في ده ولا فيروس كورونا ولا ايه بالضبط دكتور محمد بصراحة عبدالله السبب في ده الاحساس بالمسؤولية والواجب الوطني تجاه البلد ان احنا في ازمة وكل الناس مستشعرة بهذه الازمة فلابد ان احنا نقف مع بلدنا نقف واقفة كويسة جدا وكل واحد فينا يعبر بطريقته وبإمكانياته عن الوقوف جنب الدولة المصرية في الازمة بتاعتها فاحنا نزلنا واشتغلنا في الشارع مع الشباب وعملنا مجموعة شباب ماشاء الله عليهم بعد اذنك يا دكتور محمد الشباب موال كبير جدا هتقدرهم حقاهم مش هتنسى هروح تاني البشمهندس عبد المجيد صبري بشمهندس عبد المجيد بعد ما قلت لك نورتنا وطبعا حدراك من نورنا النهاردة بشمهندس عبد المجيد شايف المجتمع المدني تفاعل في الازمة بجد ولا هي فرقة اعلامية وكل لا اللي انا شايفه ان المجتمع المدني فعلا ثبت ان الدولة ديت هي كلها يعني عبارة عن شبكة مع بعضها النهاردة رجعت لنا كورونا يعني بنقول من الحسنات اللي عملتها لنا رجعت لنا احنا كأرياف روح القرية النهاردة بتلاقي مثلا لو جينا نشوف عندنا في قرية المحدودة بتاعتنا بتلاقي ان الشباب النهاردة بيدور بيعمل وجبات بيوصلها للبيت قبل الفطار عارف مين اللي عنده في القرية فده من اكبر الخدمات اللي قدمتها لنا كورونا اللي هي خلت الناس تحس ببعضها لان كان فيه حصل في الفترة الاخيرة مع الروح المدنية بدأ الناس كل واحد بقى في حاله كل واحد في شغله زي الروح اللي بنشوفه في المدينة لكن في الوقت الحالي واللي حصل ده بنلاقي ان من المميزات اللي حصلت لنا ان الناس كلها رجعت اسرة واحدة عائلة واحدة الناس كلها حصل ببعضها دكتور محمد العمل العام وانت بتمارس عمل العام بقالك فترة كبيرة جدا كنت تنتوي في الوقت ده الترشح بداية عملك العام كنت تتوي الترشح بكل امانة هو بالنسبة للترشح بالله دي حاجة لاحقة يعني لكن انت اساس السياسة النهاردة هو الشغل على الارض بين الناس والشغل في الشارع يعني يمكن السياسة اختلفت عن زمان دلوقت العمل الخدم في الشارع هو بداية الطريق للعمل السياسي فكان لابد ان انت تخوض هذه التجربة في الشارع وتشتغل وبعد كده تيجي الطموح السياسي سواء انت بقى عايز تترشح في مجلس شعب او في مجلس شورة او في اي مجال سياسي ولكن لابد ان انت تترك بصمة على الارض مع الناس ده اساس العملية او اساس الشغل السياسي في الفترة اللي احنا عايشين فيها البصمة ممكن تجنس مرة في الوقت الحالي يا دكتور محمد بقى في الاونية الاخيرة في الزل الزروف دي بالاضافة او اساس العمل العام ان انت هيكون عندك احساس وشعور وطني بان ان انت بتقدي دورك كفرض في المجتمع ده رقم واحد رقم اثنين هيجي الشغل على الارض رقم ثلاثة هيجي الطموح السياسي فانت مش منتظر ان انت يجي لك طموح السياسي مش تكريم هيجي لك لكن هي فكرة ان انت قديت دورك ولا ما قديتش وانا باخد من حلقتك عبدالله بكلمة تكون ايجابي دي الايجابية اللي احنا عايزين نتكلم فيه الايجابية ان انت تكون راجل مسؤول عن تصرفاتك وراجل يكون عندك احساس بالمسؤولية تجاه بلدك وتجاه ناسك اللي انت عايش في وسطهم دي اهم حاجة ده بيخليك بتحس ان انت فعلا يعني انت عايش عايش باخلاص في دولة انت بتبص عليها وهي بتبص عليك كنت بالك مش هينفع ان انت تعيش بمعزل لا ان انت تكون متجانس مع الناس وتكون فاعل في الناس بشغلك وبافعالك وده اعتقد المطريق الايجابية اللي حضرت بتتكلم عنه هنرجع تاني الايجابية دكتور محمد بشمندس عبد المجيد شباب العادية بصراحة فيه طفرة انا شايفها سواء على الميديا سواء في الشارع كمان عاملين طفرة عاملين جو ود مع حضرتك كده هل ده هما استغلوا الظروف الحالية ولا هما حبا طبيعي بيحبوك ولا الموضوع المتوقف ان هو دعم لشمندس عبد المجيد لا هي العملية مش عملية دعم هو طبعا كان لنا اخوض التجربة السياسية دي كان طلب من شباب البلد ولا انا اكون معاهم انا فرض منه مش اكتر من اي واحد فيهم يمكن انا اقول لهم كلهم جميعا احنا بنشوف عندنا لو انت زي ما حضرتك متابع عندنا هتلاقي اللي عندنا برامض موجودة من كم الساعة اتنين الضهور لما لساعة عشر بالليل كأنك قاعد قدام شاشة تلفزيون ده بالنسبة للعمل اللي هو الاعلامي بالنسبة لهم اما العمل الخير بقى فحد سوالحر يعني ما نبدأ عندنا انت تعمل مجمع ودار مناسبات بالجهود الزاتية تعدي تكلفتها حوالي 2 مليون ونص من كارية صغيرة ارض مدرسة معد تمنها حوالي مليون ونص تعمل اسعاف في البلد بتطور البريد النهاردة بتطور البريد معرض للملابس موجود في البلد ملابس مدعمة عندنا اللي هي مبادرة اللحوم اللحمة 85 جنيه من شباب عندك حاجات كتير جدا بدأوا الشباب شغالين فيها طبعا عندنا لو انت دخلت او اي حد عايز تابع في جروبين العيادية بلدي والعيادية اليوم عما تخش في الاخر وكن كله منافسة في عمل خير النهاردة لقي شباب في تانية جامعة او تالتة جامعة بدئين يعملوا وجبات يوزعوه على البيوت وقت الفطار شباب وقف على الطريق بيفطر الناس طبعا بنشوف مع بعض كده بعض يعني فعاليات بتاع حضرتك مشمهندس عبد المجيد فعاليات ودعم ايضا المستشفى العام وايضا المستشفى العام في شيربين وايضا بعض المستشفيات الخاصة سواء في الكرة اه هنا المستشفى شيربين العام طبعا كان لازم بكل يقف معها في الفترة اللي فاتت دي لانها طبعا احنا عارفين الامكانيات محدودة فلازم كان فيه دور الرئيسة يبقى على المجتمع المدني لان النهاردة احنا كمصيبة حصلت بالنسبة لعالم كله لازم كله هيقف معها ولازم كله هيساعد باللي يقدر عليه النهاردة طبعا انا بروح وبروح عم مجيد عم مجيد مش رايح لوحده ده هو رايح نيابة عن يمكن شباب شيربين كلهم وشباب العيادية خاصة هو رايح يقدم الحاجة باسم الشباب كله ومساعدة منه لاخوتنا اللي موجودين وطبعا الاطباء اللي هو الجيش الابيض اللي ليه هنرجع للقصة دي كل الاحترام وتقدير ان شاء الله برضو ابش منس عمد المجيد وطبعا كلامك اهل العيادية اكيد سامعنا دلوقتي كلهم مقدرين تقديرك لهم ايضا هنرجع ايضا لشباب منشأة النصر سادة المشاهدين عقب على حاجة كده بعد اذن المخرج الشاشة بس تيجي كاملة عقب على حاجة كده الضفين انا قلت كل منهم يحمل جزءا من الاخر اتكلمت مع الدكتور محمد وقلت له انت يعني الحلقة انت بتتكلم عن مصر عموما وكده قال لي اوكي المصر بلدي ودولتي وانا باحترمها وبقدرها وفي جزء ايضا هيبقى بايفضل ان شاء الله لمنشأة النصر وايضا البشمهندس عبد المجيد قال لي في جزء ايضا هيبقى للعيادية قرية العيادية طبعا مركز شيربين ومنشأة النصر مركز شيربين بتكلموا عن النشأ وهنا لما كنت بتكلم في حلقة الاولى عن الانتماء لما قلت قريتي قفر الحج شيربين وافتخر ان انا واحد من ابناء هذه القرية المبجلة المحترمة فهنا هنا الانتماء هنا العزة الراجل مش جاي ياخد الحلقة ساعة كاملة لنفسه وفقط لا هو بقولك انا برضو معايا مجموعة شباب من ورا بعض يعني بقوله ممكن عاوز تجاه الحلقة يروح فين مش هقوله الاسئلة ايه بقوله تجاه الحلقة قال لي لا دكتور محمد ارجعلك عشان ما ناخدش الناس مننا شباب منشآة النصر عامل ايه معاك انت انا شايف ولا هيا السور يا انت شايف سور يا عبدالله الحمد لله رب العالمين شباب الخير في منشآة النصر ده امتداد للعمل العام اللي احنا بدأناها من 2014 يا عبدالله وكان كلمة مبادرة غريبة على الشارع حضرتك امكان اول اول حد عمل مبادرات في الشارع هو الدكتور محمد حبد الحمد لله رب العالمين اشتغلنا مبادرة كتيرة جدا وانت رصدت مبادرة كتيرة جدا الشباب الخير امتداد لهذه المبادرة كبيرة كده وعشان الشباب برد شباب الخير اه شباب الخير ما تبصش للشاشة بص للكامر خليك مع الكامر هو امتداد هو امتداد للعمل العام بقناعة تامة منهم شباب مصقف ومكتهد ومحب الوطن شباب عايز يقدم خدمة البلد وفي ازمتها الشباب ده اه لب الندى وقال ان احنا موجودين وطبعا هم اللي في المقدمة وانا في الخلف هم قدامي هم اللي شغالين هم اللي بيجمعوا هم اللي بيشتغل زمانة الشايل هاخد من حضرتك جزء صغير كده من كلامك ومش هروح بعيد واقول بعد الشهور او بعد سنين الله اعلم مش مهندرس عبد المجيد هيكون منافس لحضرتك هيقول لك الدكتور محمد كان عامل ربطة الشباب دي وكان عامل شباب الخير واو والكلام ده كله من اجل الانتخابات هترد وتقول لي بشوانس عبد المجيد ايه هو العمل العام اه انت حتى لو في العمل السياسي عبد الله وانت ما عملتش حاجة ما بتقال عليك ما عملتش حاجة طب انت عملت ايه تقال عليك ان انت اتعملت بانتقاد ليه حتى لو العمل ده موجه وان كان الكلام ده مش مظبوط خالص لان احنا بنتحرك في الازمة وتحت مظلة الدولة بنتحرك ومعلومية الاجهزة كلها بنتحرك وحركة واسعة جدا في الشارع فلابد ان احنا ده واجب وطني ملوش علاقة بالانتخابات ملوش علاقة بالسياسة ملوش علاقة بالكلام ده كله يعني انا قابل اقول له سوز عم مجيدة عامل لمجموعة الخير او مجموعة الشباب اللي عنده عشان هيترشح في الانطبع هو لو ما ترشحش وهل هو هيبطل الكلام ده هي بتبقى قناعات وبتبقى قناعات شخصية تمام ان انت عندك قناعة شخصية وعندك لا انا عندي قناعة ان الدكتور محمد حبل والاستوز عبد الماجد صبري اتبعوا توجهات سيدة الرئيس او سيدة الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو الشباب هو النواق والشباب هو النهاردة الامل ان شاء الله ولازم انساعد الشباب انا عندي قناعة دي واكيد اخدتها انتو الاتنين اكيد لكن اما بلاقي النهاردة الدكتور محمد حبل معه مجموعة كبيرة جدا من الشباب أيضا الأستاذ البشمونس عبد المجيد صبري معه مجموعة كبيرة جدا من الشباب ده شيء طبعا شيء يضعو للفخر استغلته دي استغلنا على مستوى الخدمي في الشارع مع الناس يعني احنا الخدمات البغلد وهديك فكرة بسيطة عن الحاجات اللي قدمناها أول ما عملنا عملنا اللي هي المبادرة بتاع المواد الغزائية فيها دلوقت شغالين في المبادرة بتاع الوجبات اللي قال على سيد عبد المجيد عندنا موجودة يوميا في رمضان مبادرات اللحم والحاجات دي احنا عملناها بشكل مجانا تماما للناس لأهلنا كذا في مبادرة كتير جدا الشباب شغالين فيها فاحنا استغلناهم علشان يقدوا خدمة في الشارع ويقدوا دورهم في الشارع ويعرفوا انهم مجيل يقدر يتحمل مسئولية الفترة اللي جاية سواء احنا موجودين او مش موجودين سواء احنا في سياسة او مش في سياسة انت بتديله كيانه بتحسسه ان هو جزء من الدولة المصرية انه يشتغل فيها ولما الدولة المصرية تكون في ازمة لازم الشباب يقول لوحده من غير محمد حبد ومن غير عبد مجيد صبر ومن غير عبد الله يبقى الوحده جاهز على انه يقوم ويقود هو دي الفكرة بالاساسية هنرجع للمسئولية دكتور محمد هرجع لحضرك مش مهندس عبد المجيد تراجل عملي واقتصادي ايضا شايف هو ده الدور بتاع الشباب وفقط في دائرتك ان شاء الله ممكن ربنا يوفقك ونتمنى ذلك كأسواتا بكل منافسيك بإذن الله شايف ان هو ده الدور بس ولا شايف ان في طموح تاني عاوز تقلصه كده للشباب دول ان يبقى في حاجة اقتصادية اكثر تبقى نفع للشباب او تبقى نفع للمجتمع ككل بش مهندس لا احنا هما نيجي تتكلم او الوضع اللي احنا تحطينا فيه النهاردة انت بتتكلمش على الشباب العادية بس انت بتفيد للدولة المصرية كلها النهاردة اللي احنا شايفينه الطفرة اللي عاملها الرئيس عفتاح السيس النهاردة ولما كان ما بدأ الانتخابات وكان فيه الاعلام والاعلام المضاد طبعا انت وايف تشوف الوضع هتحكم ازاي على الكلام ده هتحكم على ارض الواقع ايه الانجازات اللي حصلت على ارض الواقع النهاردة نبلأ الدولة المصرية من اقوى الدول اللي وقفة على ارض الواقع اما انا اودي مساعدات لامريكا واوروبا والنهاردة بودي للسودان افريقيا وموديين لغزة مساعدات فده بيدل على وضع الدولة المصرية في الوقت الحالي طب اما نيجي نقول وضع الشباب ايه لا احنا عايزين نرتقي بالشباب ان هم يبصلوا اعلى المناصر اما نلاقي النهاردة رئيس الجمهورية جايب له محافظة عنده 48 سنة لمحافظة دائلية المحافظة الكبيرة دي طبعا ده بشجعني اللي انا اسعى اللي انا عندي يعني المحافظة بتاعي قريب من سني طبعا الافكار موجودة محافظة كله نشاط موجود والنهاردة احنا بنشكر المحافظ على اللي هو سايبناه لأستيس طريق شكري رئيس مجلس مدينة شربين الراجل دي قليل جدا اما تقل راجل محب بالعمل وزي الراجل مع انه من الاسماعيلية بس الراجل ده فعلا انا ام كان انا باخدشش مجلس المدينة كتير بس ما عدت مع الراجل ده مرة لقيت الراجل ده محب بالشغل جدا وبنسبة التنفيذيين هل عاكوك في حاجة دكتور محمد؟ لا بالعكس التنفيذيين كانوا يعني متعاونين جدا ودي تعليمات من القيادة السياسية بالان ماهد الارض للشباب اللي بيشتغل هو انت هتوقف له في عمل خير وعمل بيساعد دولته ازاي يعني؟ مش هينفع فهو بالتالي هو بينافس تعليمات على ان لازم تماهد الارض قدام الشباب اللي بيشتغل في عمل خير الشباب اللي بيشتغل في الازمة كل الناس كل الامور دي لازم لا بالعكس كانوا ايجابيين اكتر من انهم هيعطالو ازاي؟ قبل ما هرجع تاني للدكتور محمد هرجع له تاني كمل السؤال بشكل وافي شوية او بشكل اوسع امتشارا لكن ليه الامانة؟ الاثنين انا قلت لحضراتكم عمليا كل منهم يحمل جزءا من الاخر دكتور محمد حبل وايضا بشمهندس عبد المجيد صبري الامانة انا كلمت كل واحد على انفراد والاعداد كلمهم على انفراد على ان كل مين اللي هيبقى موجود او مين اللي هيبقى موجود الناس رحبوا ما بصوش للحتة التنفسية الاثنين ما بصوش للحتة التنفسية دي الشهادة لله ما بزكهمش على حد لكن هما الاثنين بصوا للمجتمع بصوا للدولة ككل او بصوا للمجتمع والنفع وكن ايجابي دكتور محمد هرجع لك تاني لعنوان الحلقة كن ايجابي معلش الاسئلة بتبقى قليلة شوية او بناخد الردود الصغيرة شوية عشان برضو لتنين يعني يا حضراتكم انتو لتنين كل واحد يقول اللي عنده هنخرج بقى من قرية منشقة النصر ونخرج ونوصل شوية بقى القرى مركز شربين ككل مركز شربين مفيش في موارد دكتور محمد حابل عمل خطة كده او عمل برنامج مش لازم يكون مكتوب مفيش في مصيف مركز شربين مفيش في مصانع زي مفيش في مصيف ايضا زي بالقاس مفيش في مصانع زي متغمر على اعتبار ان جمصة مش محسوبة ليه ما انا انا الله احنا لسا نتكلم عن مركز شربين ككل نتكلم عن مركز شربين مش كديرة مش كديرة بتكلم عن المركز محتاج ايه انا ببعد الوقت على الانتخابات لكن برنامجك دلوقتي او فكرك او هديتك لمركز شربين لو رب رسو حاطع لك اتاح لك الفرصة مش انك تبقى نقو بس او تبقى تنفيذي لمركز شربين في مركز شربين مخول لحضرتك تعمل مشاريع في مركز شربين ده على الشباب هتعمل ايه المركز شربين عبدالله هو الموضوع محتاج مش فرض واحد اللي تكلم فيه محتاج منظومة ويكون المنظومة دي تكون مدعومة من الدولة تكون الدولة هي اللي بتقود فاحنا كمجموعة شباب او كناس من بره هنيجي عشان نعدل مركز شربين زي ما احنا عايزين مسألة صعبة لكن انا بالتعاون مع مجلس مدينة شربين هذا الكيان الكبير اللي موجود تعالى ننظم لي حركة حركة اولا رصف الشوارع في شربين مع تنظيم حركة المرور مع التعديات من المحليات على الشوارع لا فيش محليات دلوقتي المحلات مش المحليات التعديات اللي موجودة في حاجة كتر جدا لو اتطبقت وهي من صميم اختصاص مجلس المدينة تقدر ان انت تعمل تعمل حاجات كتير جدا في مدينة شربين بالنسبة للشباب الشباب اللي لابد ان هم يمثلوا سياسيا يحسوا دورهم في المجتمع اولا بانهم يمثلوا سياسيا في المجالس المحلية يكونوا موجودين دورهم في الدور الخدمي لابد ان يؤدوه وده اللي احنا بنحاول نحنا نعمله في القرى بتاعتنا نحنا بنشد بيديهم نقول لهم انتوا جزء من الدولة انتوا مهمين انتوا انتوا ستين في المية من الشعب فانتوا لابد ان انتوا يكون لكم القيادة في كل حاجة ودايما حملهم المسئولية وسبهم هم بيكونوا كويسين جدا لانهم جيل جيل متعلم وسابق سابق الاقرانه من الناس من الناس القديمة اللي زي حالتنا هم سابقنا سابقنا بكتير في الفكرة وبالتالي انت ما بتسلهم مسئولية هو بيبدع فيها وبيبقى موجود بقوة لابد ان احنا منهمش الشباب والقيادة السياسية كل الكينات اللي موجودة كينات شعبية يعني انا بتكلم على مستقبل وطن كحزبي وحزب شبابي من رئيس الحزب وانت كله سبعين تمانين في المية منه كينات شعبية الاحزاب التانية برضو فاكينات شعبية فانا اقصد اقول لك اهتمام القيادة السياسية بالشباب بيعظم دورهم في الشارع فلابد ان نديهم الفرصة دي وما نقفلش عليهم ونسيبهم يشتغلوا ويفيدوا نفسهم ويفيدوا بلدهم الشباب دكتور محمد معلش اطول في الحتة دي شوية الشباب شايف انه استحق الشباب المصر عموما شايف انه استحق الدعم ده او شايف انه استحق رسالة الرئيس للناس انه لازم الشباب والشباب والشباب اصلا اصلا ما ينفعش اصيب هو اولا على المستوى انه استحق اه الشباب الشاب المصر يستحق بدليل ما بيجيله فرصة بيبدح وما بيجيله الامكانيات بيبدح وبيعدي اه لو انت بصيت على الجانب الاخر من العملة لو انت سبتو فيه طائرات سياسية وفيه 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 هينجزب لسكك تانية يبقى خارج السيطرة وخارج السيطرة وهيجيب لك مرضود عكسي ومرضود فيه ازل اللي حواليه وازل الدولة وازل يبقى انت سبتو لا انت طالما وضع تحت مزلط الدولة وفي رحاب الدولة والدولة دعمته ووفرت له الامكانيات واشركته في العملية السياسية وكان ما وجود على الارض في الدور الخدبي والدور المجتمعي كده انت بتبني بتبني قيادات وبتبني كينات هتطلع من تحت هي اللي تكمل بعدين هنرجع لحك تانية يا دكتور محمد بشمهندس عبد المجيد للامانة بنيت لنفسك كينونة داخل الشباب وداخل ناس كتير جدا اللي بسمعوك زي ما بقولوا كده فيه قبول دي حقيقة مش دعية انتخابية لبشمهندس عبد المجيد صبر لا هو فيه قبول ايضا فيه قبول خاص بالدكتور محمد عند الناس بشمهندس عبد المجيد ما خفتش في يوم الايام تعفى اي تصريح كده او الناس يقولك ايه عم انت جاي تستغل الكورونا عشان توصل لمجلس النور لا هو النهاردة زي عبد الله بدل انت بتتكلم من القلب فانت ما تخافش وبدل انت ما عندكش حاجة قفها طمع يعني احنا بالنسبة لنا الوضع ده جالنا تكليف مش تشريه النهاردة الشباب عايزة اللي يقودها النهاردة عايزة واحد بس ينظم الصفوف مش اكتر احنا النهاردة لو احنا بصنا في الازمة اللي موجودة دي وكل التفاعلات اللي موجودة هي تفاعلات شباب معلش يعني ما تقولش ان فيه ناس من رجال الاعمال الكبيرة واقفين في ظهر المجتمع المدلأ هم الشباب اللي واقفين في كل الكورة والعمالية بادة جدا ايضا في ضر لبعض رجال الاعمال عشان ما نتخلش ضرهم هو موجود بس ما هوش محسوس او احنا مش هنتكلم كلام سياسة اللي احنا هنخش عشان ناخد اصوات احنا بنتكلم الكلام على ارض الواقع لو احنا بصنا هنا في صور موجودة لمجمع الدبوس الطبي اما تدخل تشوف المجمع ده بجد يعني ما تعتقدش ان مجمع زي ده موجود في قرية ده موجود شباب موجود ذاتي فالنهاردة احنا لازم نزكي الشباب اللي موجودين دول بالادوار اللي بيعملوه النهاردة ما قدرش عبدالله شغال طول السنة واجي ينسى بالشغل اللي عمجيد لا عمجيد ده فارد من مجموعة شباب شغالين وطول ما فيه ترابط بينهم طبعا هتلاقي الشغل الموجود على الارض الواقع شيربين بشمهندس عبدالمجيد كمركز بقى احنا بنتكلم عشان مركز شيربين طبعا مركز غالي على قلوبنا كلنا وان شاء الله بتتمنى يعني اه احنا بنتكلم في قناة كبيرة في برنامج كبير لكن هو ده الانتماء احنا عاوزين نبدأ برضو زي ما بقوله كده البداية بتاعتنا تكون النشأ كده عشان بعد ان شاء الله بعد سنوات كده احنا اتكلمنا عن قرانا اتكلمنا عن شيربين اه اتكلمنا بشكل ايجابي عن كل ما هو ايجابي هناك مركز شيربين بشمهندس عبدالمجيد بشمهندس عبدالمجيد مسؤول فيه اه وفيه اه مش لخبطة فيه بس ايه هي الامكانيات كده هي الامكانيات كده نرفع من امكانياته ازاي بص يا عزيزة عبدالله اما نجي نتكلم على شيربين هو مش لخبطة شربين لو بصنا مشا نتكلم شربين نتكلم محافظة دهلية عندك مفرقة غريبة جدا في محافظة دهلية يقول لك محافظة دهلية محافظة فقير محافظة دهلية معروفة ان هي اصلا محافظة طبعا محافظة زراعية فتجي ببص تلاقي ان اكتر ممتلكات موجودة في محافظة دهلية هي ممتلكات وزارة الزراعة وافقر واحد موجود هو الفلاح واول واحد مطحون هو الفلاح فالنهاردة لو احنا جينا نبص من الاساس عبد المجيد بيغزل الفلاحين لا ده احنا بيغزل الفلاحين دكتور محمد حبل هيفكر في حد يغزلوا احنا اصلا احنا فلاحين ونشرف اللي احنا نكون فلاحين اكيد طبعا احنا مقتربين من الطين اللي احنا خلقنا منه وعلشان كده احنا بنحني اللي طبعا فالنقضى لو احنا جينا نبص على ممتلكات وزارة الزراعة في المحافظة بتاعتنا المنصور تعال بص جده على الممتلكات بتاعتها على دفاف النيل جنبين انا عايز اي مسئول ينزل لشوف المستغلة في ايه مش مستغلة خالص النهاردة طب ما انا اجي اعمل كفكر اقتصادي للمحافظة لانا بنقول المحافظة ما فيش فاهم كانيات ما فيش ما فيش لا احنا مش عايزين من الحكومة اي دعم مالي احنا لو نشتغل كشغل شباب لا انت شغل دماغك اللي انت ازاي زي ما انا اشتغلت مع نفسي في شغلي ونجحت بقى اقل الموارد المالية لا احنا عندنا النهاردة بص على المناطق اللي موجودة دي والمساحات اللي موجودة مساحات رهيبة على دفاف النيل الجنبين الراية والزراعة الاثنين غير مستغلين طب ما انا ابدل اشغلهم اشغلهم فنادق اشغلهم كفاءات اشغلهم الزهر البرنامج بيعتمد على الزراعة اكتر هرجعلك بقى بعد دكتور محمد ما يتكلب شوية البرنامج بتاعك مش برنامج انتخابي لكن البرنامج الرقيب المجتمع احنا خلاص خلاصنا شيربيين الرقيب المجتمع ايه ادو الرقيب المجتمع عبد الله ده اكتر من اكتر من من حاجة تقدر تتكلم فيه اول حاجة هتتكلم على التنمية البشرية زي انت ترتقي بالانسان المصري وترتقي بالشاب المصري اللي هو اداة البناء في الفترة اللي جاي دي مسألة دي حاجة الحاجة التانية لابد ان انت ترصخ مسألة الامتماء للدولة المصرية ده دي حاجة تبقى زي العقيدة ان انت بلدك دي دي اهم حاجة عندك اهم حاجة في الكون بالنسبة لك تبقى بلدك لازم ترصخ الدور الوطني في نفس الشباب دول يبقى هو عارف ان بلد ودي يدفع عنها باي حاجة كن ايجابي من وطنيتك كن ايجابي من وطنيتك فعلا حب الوطن من الدين سيبك من اي شعوازة فكرية سيبك من اي افكار تاني حب الوطن من الدين النهاردة اللي مش موافق سوريا دكتور محمد انا بعتذر من دي عشان انت بتصراوا الاسئلة بتاعتي من الاخر لا ما خلناش حب منك الله الحب الوطن من الدين الافكار او التفهات او السخفات اللي بنشوفها في بعض القنوات الغير مرغوب فيها حب الوطن من الدين اللي بيحب وطنه فعلا هنا ده حب الوطن حب الوطن بجد مش كلامه خلاص لا عشان تكونوا الامور واضحة لحضراتكم جميعا حب الوطن عمل سقيل وليس الدعاء تفق معي اه تفق مع تفق معك فعلا تفق معك والاساس اصلا هو حب الوطن اللي احنا بنشتغل من خلاله يعني النهاردة انت ايه اللي منزلك الشارع وتشتغل اللي حبك لبلدك النهاردة احنا ما بنشوف مثلا الشهداء اللي احنا بنشوفهم كل يوم دول يعني اخر شهيد كان شهيد شهيد محمود احمد محمود عفتاح طبعا بنوجه تحية لكل الشهداء طبعا كل التحية للشهداء وجيش مصر العظيم اللي هيظل طول عمره جيش مصر العظيم لو احنا شوفنا على مر التاريخ ان كل الاطماع الاستعمارية اكسرت على الصخور المصرية فده امر منتهي يعني فالنهاردة لما انا رحت العزة بتاع الشهيد احمد محمود عفتاح اعتذر لك اللحظة بشمهندس واتكمل ان شاء الله في كلامك طبعا بنوجه تحياتنا لكل الشهداء ونوجه تعيزينا لكل اثارهم تغمضوا بالله بواسع رحمته شهداء الجيش سواء الجيش اللي على الجبهة طبعا بنوجه له التحية وسواء الجيش الابيض بنوجه لهم التحية ونقف لهم احتراما واجلالا سواء اللي موجودين حاليا او سواء من توفهم الله او من استشهده نوجه لهم التحية من خلالكم ايضا مش من استفادر فبقول لحضرتك احنا ما روحنا العزاء الشهيد ده او الجنازة بتاعت الشهيد كان المحافظ طبعا موجود وكل الهيئات السياسية موجودة هناك انت كان يعني انت مش عارف الشعور بتاعك شعور فرح ولا شعور حزن شعور فرح ان ده واحد خلاص يعني ربنا اصطفى ان يكون شهيد وده طبعا امنية لأي شاب انه يكون شهيد على طراب وطن تاني حاجة يعني الحزن اللي انت ابني لما شفت ام الشهيد وهي زعلانة على ابنها طبعا ده شعور صعب جدا اللي انت اي حد يستحمله واذا كنت انت قريب شوية من والدتك فطبعا ده كان شعور صعب بس ما جاي بنقول احنا في الاول والاخر احنا هنمو النهاردة ما ربنا يكرمني بموتة زي دي على سبيل ارض الوطن اللي احنا منتكلم عن حب الوطن لا احنا كلنا فداء من الوطن ده اكيد دكتور محمد كمل الوطن احنا قلنا اتكلمنا على التنمية البشرية ايه اتكلمنا على الانتماء للبلد وحب البلد بالنسبة للترسيل تالت حاجة نتكلم فيها وهي الثقة في القيادة السياسية لابد والثقة في القوات المسلحة دي دول تلات حاجات اساسين بالنسبة للشخصية المصرية انت لو عندك كان عقيدة بالارض اللي انت عايش عليها واجه الرسالة دي يتبقى الكاميرا كده المشاهدين كده الكاميرا يه واجه تقول له عندك عقيدة كامل الرسالة اه اه طبعا دي دي مكونات الشخصية المصرية من قديم الازل من سبعة تلاف سنة احنا بنتكلم في ان الشخصية المصرية شخصية وطنية حتى النخاع شخصية بتحترم قدتها شخصية بتلفز كل الحضارات او كل الحضارات التي لا تأتي على طبيعة هذه الشخصية شخصية وبالتالي كل الافكار الغريبة ما بتعمرش مع المصريين بتترض على طبيعة فاحنا ده جزء من جانب التطوير اللي بنتكلم فيه الثقة في القادة السياسية في القوات المسلحة المصرية ثقاتنا الكاملة فيهم على ان القواتنا المسلحة قادرة على على رضع اي حد ان شاء الله وطبعا ده لان الظاهر الشعبي وراها المية الميت مليون ورا القوات المسلحة فبالتالي هي بتاخد قوتها من قوة من قوة الشعب اللي ورا الحاجة اللي بعد كده عبدالله احنا بنتكلم في تنمية المجتمع ككل مشروعات الشبابية الدولة بتقدم النهاردة قروض ميسرة جدا للشباب على اعتبار ان هم يقوموا بمشروعات اللي هي مشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر لابد ان تشجيه الشباب في الجزئية دي حاجة كتير جدا بالنسبة لنا لكن احنا في الاول وفي الاخير بنرصد حالة مهمة جدا عبدالله هي ايه في اللحظة اللي احنا فيها لو بنشوف ان كل العالم واكبر دولة في العالم بتعاني من موضوع كورونا وبتنهار تقريبا يعني واحنا عندنا قيادة بتتكلم بهدوء مع الشعب وبتقول له في ترايص في ترايص شوية في الحوار لا فيه هدوء وفيه ثقة وفيه اصبح فيه لغة تفاهم ما بين القيادة وما بين الشعب الترايص ده سورة دقل الترايص ده حضراك شايفه يعني بيدي لك تمقننا كده وانت بتتعامل مع سواء الشباب او في المجتمع المدني او انت بتقدم خدمة لمجتمعك طبعا الترايص اللي موجود اللي احنا بنشوفه اللي لسان الحكومة وبتكلم ده بيتكلم على انه واقف على ارض صلبة انت النهاردة كنت مستلم الدولة عاملة ازاي والنهاردة الدولة عاملة ازاي النهاردة انت في دولة يعني ما شاء الله كل البنية التحتية ان شاء الله ما شاء الله النهاردة فل عندك جيش مسلح بافضل اسلحة اللي موجودة يعني انت بتتكلم النهاردة انت مع دولة قوية ما انتش قال من اي دولة والنهاردة اللي احنا متوقعين لبعض الازمة بتاع الكورونا ده هيرجع ترتيب دول العالم من جديد يعني مصر هتاخد مكانة اعلى من كده وثبت في الوقت الحالي انت واقف مع مين وبتساعد مين يعني انت كن الاول يعني وما نبعث مساعدات لأي دولة افريقية احنا عملنا اللي ما حدش عمله النهاردة انت بتساعد امريكا بتساعد ايطاليا الوزيرة بتاعتنا ما شاء الله ما بتسيبش دولة اللي ما راح وراحة واخدى معاها يعني احنا واخدى معاها المساعدات بالنسبة لهم هي مشراحة بس تشريف فالنهاردة الدور اللي موجود وقامت بالدولة طبعا هو اللي بحسسنا بالطمئنينة هو اللي شجعني ان انا ابدأ اخش العمل السياسي لان انا عارف ان ابدأ ام اخش تعليمتان في شغلي ان ام اخش على اي حاجة خسران فالنهاردة انت بتخش وراك ادارة سياسية وعية ادارة سياسية بتدفع بالشباب بنشوف الرئيس كل شوية مؤتمر للشباب فكر الشباب تطور فكر الشباب بيشتغل على النقطة دي كويس جدا لان هي الدولة بشبابها فكل مكان الكيادات اللي موجودة بنشوف في دول اوروبا بنشوف وزير عنده 30-25 سنة هيجي يوم الايام في ظل الادارة السياسية اللي موجودة نحن ننصق في الادارة دي ان هيكون في وزير عندنا في الاعمار دي ان شاء الله فكل اللي احنا بنعمله او عايزين نعمله ان احنا نبدأ نشتغل على فكر جديد ان الفكر ده ازاي نبدأ اكون واعمل كل انا عايزه من غير مكلف الدولة او قرق الدولة في ميزانيته تاني نقطة اللي انا نفسي الشباب اللي موجود بره ده لان انا سافرت طبعا بره وعارف الغربة شكلها ايه نفسي وفار له هنا مناخ للسسمار يعني نفسي الشاب يبقى نازل من بره وكله تمؤنينة لا انت لازم ده كملها كله تمؤنينة ان هو نازل في بلده هيستثمر وهيبقى احسن من شغله وشغله هنا لان انا عما كنت مسافر اكبر نقطة بتشغلني واني نازل من بره طبعا انا هنزل بعد العمر ده وقعدت واخد مدير وشغل وشغال هنزل ابدأ في مصر من الصف لا ده لازم احسسه ان هو لما ينزل بلده ده فعلا ده تجربة انا انا اشتغلت فيها لا الشغل في بلدك لو انت هناك عشرة في بلدك مية بس النهاردة لازم تبقى انت عارف نازل تعمل ايه وكل ده ان شاء الله احنا مجاهزين المشاريع دي لو حصل نصيب او ما حصلش نصيب ونجح ازاي اخونا الدكتور محمد حبل او اي حد احنا مش هنتأخر هي العملية مش عملية عم مجيد ينجح او الدكتور محمد او او لا العملية لان نفسي ما شوفش واحد محتاج نفسي ما شوفش واحد بتقلم واحد مريض نفسي شوف كل الناس كويسي ده القضية اللي انا بشتغل عليها ماشي قضية فرد قضية مجتمة الله عليك مش مهندس عبد المجيد او جزد في الحتة دي بجاب دكتور محمد حبل عندك ثقة في كلامك وعندك تحضر كده وفعلا بتوجه الرسالة صح رسالة كده في نص دقيقة كده للمشاهدين من الدكتور محمد حبل بقول ان احنا في عز او في منتصف الازمة بتاع كورونا وانا هتكلم على تحديدا عندنا ثقة في الدولة المصرية بسبتها الدولة المصرية سابتة والدولة المصرية بتتعامل احنا محسناش خالص ان احنا في ازمة بصراحة لان كل مؤسسات الدولة قامت بواجبها على اكمل ما يكون بالتوجهات الرئاسية الموجودة الدولة المصرية ده يدل ويدي ثقة لكل المصريين على ان مصر اقتصادها قوي ومشاء الله دولة متماسكة مفيش هزات عادة متأثر فيها انا بقول ان احنا واجبنا كشعب او واجبنا كافراد على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي الدور التوعوي اللي هو ارتداء الكمامات اللي هو التباعد الاجتماعي في فترة التباعد وجايز يبقى تعايش اجتماعي في فترة تعايش ولكن باحتياطات كلنا نأخد او نقد دورنا البسيط ده والدولة بتقوم بالدور التاني اللي هو الجزء الكبير لكن احنا عندنا دور توعوي عايزين نقوم بيه ونتمنى الناس كلها تقوم بدورها التوعوي وان شاء الله بإذن الله نعدي الأزمة على خير وان شاء الله ان شاء الله دكتور عبد الله نعدي الأزمة على خير وطح يا مصر بإذن الله تح يا مصر طبعا رسالة في نص دقيقة ايضا رسالة بنقول للشباب الشباب اشتغل انطوراق ادارة سياسية واعية عرفة كل حاجة النهاردة بدأت الادارة السياسية تبضي سكر للشباب وطبعا انا عارف ان الشباب قد المسئولية اللي موجودين فيها وهي هتقدر تستغل المسئولية دي كويس جدا وزي ما احنا شايفونه على ارض الواقع يعني احنا شايفونه النهاردة الدور اللي موجود كله زي ما احنا قلنا قبل كده هنقول برضو هو دور الشباب النهاردة بنقول برضو الادارة السياسية الشباب عمره ما هيغزل الادارة السياسية الشباب فعلا والدكتور ربع دي اعلى انا هقولك حاجة بس انت مزاكرتهاش في الحلقة عبدالله اننا والمهندسة عبد المجيب اننا كنا برا مصر ورجعنا مصر كنا مسافرين برا بوجه تحياتي لحضراتكم نعم استطيع كن ايجابي تحياتي لحضراتكم كان معايا ضفين انا فخور ان انا معاهم الحلقة خلصت بسرعة معاهم دكتور محمد حبل بشمهندس عبد المجيب صبري بالتوفيق لحضراتكم جماعا باذن الله اشكركم شكرا جزيلا دمتم بخير كان معكم عبدالله الراشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته